موساومات قبل كل انتخابات وصراعات على المكاسب بعدها مشهد يتكرر في العراق ويحضر بقوة هذه المرة في محافظة البصرة غنية الموارد منهارة الخدمات تحالف تصميم بزعمة أسعد العداني المحافظ الحالي يصارع للاستحواذ على مقاعد مجلس المحافظة بعد تقدمه فيها وفي الطرف الآخر تحالف نبني الممثل لقوة الإطار التنسيقي يريد انتزاعها من العداني الذي أنضى أكثر من ست سنوات في منصبه ويبدو أنه شكل تحالفا موازيا سيزيد من سخونة الصراع في المحافظة وحيث يحفل سجل الطرفين المتصارعين بالاخفاقات وعمليات الفساد فلقد بدأت عملية التسقيط ونشر فضائح الفساد فلم تترك الأذرع الإعلامية التابعة للإطار التنسيقي ملف فساد تورط به العداني إلا وفتحته حتى وصلت الأمور إلى قيام هيئة النزاهة بفتح تحقيق بشأن أموال وعقارات تمتلكها زوجة أسعد العداني وبما أن الأطراف السياسية لا تستند إلى الشرعية الشعبية فإن ميزان القوى هو من يحدد المنتصر كما حصل سابقا بعد انتخابات عام 2021 حيث كان لميليشيات الإطار الدور البارز في رسم المشهد السياسي ضاربة عرض الحائط بنتائج الانتخابات وإن كانت في حقيقتها شكلية غنى البصرة بالموارد المالية وموقعها الاستراتيجي سببان سيجعلان الصراع عليها مفتوحا لكل الاحتمالات بما فيها الصراع المسلح حيث يمتلك تحالف نبني أجنحة ميليشيوية قوية وفي المقابل تحالف تصميم بقيادة العيداني يتهمه خصوم التيار الصدري بامتلاكه علاقات وثيقة مع مقتدى الصدر في المشهد المقابل لصراع الأحزاب على مناصب البصرة تمثل الحقيقة المؤلمة لواقع المحافظة تلوث بيئي هو الأخطر على مستوى العالم ومياه شرب مالحة وبنية تحتية منهارة وآلاف الأطنان من الألغام حتى أصبحت المحافظة غير صالحة للعيش كما ذكرت صحيفة أنديبينديند البريطانية